اشتركوا في القناة نبدأها بالأحوال الجوية يوم الأحد يوم الأحد يتميز بأن التقسي يكون مغبر في المناطق الوسطى من المملكة مع فرص لأمطار رعدية فوق مناطق جنوب غرب المملكة وبعض المرتفعات الجبلية الوسطى بما فيها مرتفعات مكة والطائف تقريباً الرجالات حارة في العاصنة غداً أو الأحد 48 درجة مؤية 30 إلى 20 فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة 37 إلى 26 فوق جدة 31 إلى 19 في تبوك الحدود الشمانية 29 إلى 17 أتري بمثارة في مدينة الدمام والحارة من 41 إلى 29 أجواء مزعجة عموماً غداً في مناطق جنوب وسط فن المملكة بمشيئة الله تعالى بالنسبة لي يوم الأثمين تنخف الدرجات الحارة قليلاً بمقارنة ما ستكون عليه يوم الأحد تكون 37 إلى 27 في العاصمة مع فرص لبعض الأمطار الحقيقة في العاصمة رياض تكون ممتدة هذه الفرص من المرتفعات الجبلية الوسطى من المناطق الغربية كمرتفعات الطائف ومكة المكرمة وحتى المدينة تمتد هذه الأمطار باتجاه المناطق الوسطى بعيد ساعات العصر وتكون هناك الأجواء حتى في مرتفعات تلك المناطق مكة والطائف مهيئة بها تشهد أمطار رعدية ربما تنتد إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية تكون درجة حركة مذكرنا 27 إلى 27 31 إلى 21 في جبال جنوب غرب المملكة 34 إلى 21 في تابوك في جدة من 36 إلى 25 32 إلى 17 في الحدود الشمالية أما في الدمام فيطرة انخفاض ملموس على درجات الحرارة تكون من 34 إلى 26 وتنشط الرياح الشمالية بشكل لافت وتكون مثيرة حتى للغبار حتى في منطقة ومدينة الدمام وعموم المناطق الشرقية من المملكة يوم الثلاثاء سيكون هناك المزيد من انخفاض على درجات الحرارة تتميز الأجواء يوم الثلاثاء بالنشاط الكبير للرياح الشمالية القادمة من العراق على المناطق الشرقية وبالتالي يتوقع أن يكون التقس نوعا ما مغبرا مع نشاط في سرعة الرياح تكون درجات حرارة في منطق شرقية من 35 إلى 27 درجة مؤية فالعاصمة الرياضة التقسي استقر غالبا مشمس من 36 إلى 26 أجواء أيضا مشمسة في المناطق الشمالية من 33 إلى 20 في تابوك من 36 إلى 22 مع أيضا تقس يمين للحرارة في جدة 37 إلى 26 وتبقى الفرصة للأمطار أيضا موجودة في جبال جنوب غرب الملكة بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الوسطى من المناطق الغربية بما فيها مكة والطائف وتكون الحرارة تقريبا من 31 إلى 21 درجة مؤية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية يوم الأربعاء يتوقع بمشيء ثلاثة آلة أن تبقى الأجواء على ما هو عليه في المناطق الشرقية استمار في نشاط سرعة الرياح أتربة متاردة تقريبا درجة حرارة 37 إلى 27 في الدمام هذه استمار أبرز الأجواء يومين الاثنين وثلاثاء بأفوا الثاثاء الأربعاء باندفاع الرياح نشطة على المناطق الشرقية أجواء تقريبا مستقرة بشكل تام في العاصمة الرياض من 37 إلى 25 35 إلى 21 درجة مؤية في الحدود الشبالية 37 إلى 24 في تبوك في جدة ترتفع درجات حرارة تقترب من حاجز الأربعين درجة مؤية تكون 38 إلى 26 درجة مؤية يعني الطقس يتحول إلى حار في نهاية هذا الأسبوع في جدة وتبقى الفرص للأمطار موجودة في الجبال الغربية من المملكة وبشكل محدود في جبال جنوب غرب المملكة يوم الأربعاء من 30 إلى 21 درجة مؤية هي درجة الحرارة يوم الخميس يتوقع أن تهب رياح شرقية على مدينة جدة تعمل على ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة مؤية نهارا 27 ليلا وبتالي الطقس يكون شديد الحرارة في جدة يوم الخميس المقبل تبقى الاحتمالية واردة بالتغيير وبتالي دائما ننصحكم إلى متابعة الحالة الجوية أولا بأول ولكن هناك ارتفاع لافت على درجات الحرارة تتشكل الصحب الركامير رعدية المنطرة على طول جاء الواجهة الغربية من المملكة على المرتفعات الجبلية تكون حرارة من 28 إلى 20 ترتفع في الرياض الحرارة تصبح 38 إلى 27 درجة مؤية ظهور بعض الصحب الغيوم في تبوك العالي والمتوسطة 37 إلى 24 درجة مؤية 38 إلى 25 في الحدود الشمالية و38 إلى 26 في الدمام ومنطقة الشرقية وهدوء نسبي في سرعة الرياح في تلك المناطق أما يوم الجمعة هناك خبر صار للسعوديين في أغلب مناطق غرب المملكة هناك بوادر وبشائر على وجود حالة ممطرة واسعة النطاق يتوقع أن تؤثر على طول المناطق الغربية من المملكة اعتبارا من نهار يوم الجمعة والأسبوع الذي يلي القادم بإذن الله طبعا دائما تعلمون أن الخراءة تتغير والحسابات الجوية والنماذج تتغير تليه لكن هناك المؤشرات باتت واضحة على ما يبدو لوجود أحوال جوية غير مستقرة للغاية على طول المناطق الغربية ومما فيها حتى بعض الأجزاء الوصول من المملكة بداية الأسبوع القادم ونهاية هذا الأسبوع الحالي بيوم الجمعة هي تنتشر الأمطار الرعدية على طول المناطق الشمالية الغربية والغربية والجنوب الغربية من المملكة بما فيها تابوك تكون درجات حر مرتفعة في جدة نتيجة الرياح الشرقية فتكون في تابوك 37-24 42-29 درجة مؤوية في جدة 28-20 في جبال جمعة وغرب المملكة 39-28 في العاصمة الرياض وربما تمتد بعض الزخات الرعدية من الأمطار لها 35-22 في المناطق الشمالية من المملكة و39-27 درجة مؤوية في المنطقة الشرقية وفي الدمام طبعا طبيعة الحالة الماطرة القادمة قد تكون معها تشكل السيوب جريان أودي على طول هذه المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة نصر الله أن تكون أمطار خير وبركة وطبعا دائما ندعوكم إلى متابعتنا أولا بأولا يصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية إذن هذه هي توقعات هذا الأسبوع نصر الله أن يكون أسبوع خير وبركة عليكم نتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر